اليوم هنعمل فطاير. كذا شكل بالجبنة وبالزعتر وبالسبانة. دقيق اللوز. عشان نعمل دقيق اللوز ممكن نعمله بقشره واللي عنده حساسية من القشر ممكن احنا نقشره. نقشر نحطه نحط مية سخنة لمدة سبع دقائق لعشر دقائق. بعد سبع او عشر دقائق الماء الساخر نقشره. بعدين من نشفه ومنتركه لتاني يوم بالمطبخ. او بالشمس. وازا انتو ما عندكو حسية من القشر احنا ممكن نعمله بالقشر مباشر. نطحنه بالقشر متل هيك و والنخلو. ازا ما عندكو حسية من القشر. هيك بنطحنه احنا. هيك بالنخلو. ونعمل بديل حطولك الرابط تحت في صندوق الوصف. بديل عن دقيق اللوز. الجزء الهند والفول السوداني. نوضع نعمل السبانغ. نعمل فلفل حلو. بنعمل بصل. خضار متل ما احنا حبين. بنعصى اللامونة. بنخرط السبانغ. او بنفرم السبانغ. بنوضع سمسم. معلقتين سمسم. بنوضع الخضار البصل والبابريكا. على حرارة. وتوسطه. بنوضع السبانغ. الكمية حسب زوجكم. بنوضع معلقة معلقة ماجي. الماجي هو في الملح. بديل الملح الماجي. او ممكن استبدله بالملح. وضعنا اللامونة ونوضع جبنة فيتا معلقتين. نجبنا الفيتا. هيك بنعمل العجنة. اثنين كوب. تقيق اللوز هم متين جرام. بنوضع اربع بدات. حجم موسط تقريبا. هذا كل شي. بنوضع بيكن بوضر اختياري معلقة صغيرة. بنوضع زعتر قليل. طبعا اختياري وملح قليل. وبنوضع فلفل اسود قليل. وكمون قليل. هذا كله اختياري. توابل اوضعوا توابل اللي أنتوا بتكوياها او احزفوا اللي الإنتوا ما بتكوياها. نضعها على الصنية. كمية تقريبا متساوية. ممكن نعمل منه خبز. العيش ممكن نعمل منه فطير اختياري. والحشوة والحشوة اللي أنتوا بتكومにيها على زوجكم. هذي السبانة. أنت ممكن تعمل الحشوة الانتو بتكون مياه على زوكم. بنعمل اول شي السبانة. بعدين الجبنة بنوضع جبنة. اي نوع جبنة انتو بتفضلوها. والخضار حسب زوكم. بوضع طماطم وفلفل اخضار وبصل وزتون. انتو حسب زوكم. بنعمل بالزعتر. ما نجيش الزعتر. بنوضع زعتر. بنوضع زيت زيتون. قليل من زيت الزيتون. وهذا كل شي. بنوضع قليل من الفلفل الاصمار والملاح والزعتر على على الجبنة. ممكن نوضع على الزعتر. بنجيش الزعتر جبنة ايضا. على الفرن درجة حرارة 200 المدة حسب نوع الفرن. هيك اصبحت جاهزة. مثل ما انتو شايفين هي كتير كتير روعة. فيها بروتين. كل واحدة تقريبا فيها 15 جرام بروتين. حسب حجمها. كتير كتير هي روعة. مثل ما انتو شايفين كيف من تحت. وصحة. و الف عافية. في امان الله. تزلونا بصها جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. اذا اعجبكم الفيديو. تعملوا لايك. مع السلامة.